أقامت جامعة حضراموت بمدينة المكلة حفلة تخرج السادس والعشرين للعام الجامعي الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وتكريم الطلاب الأولى الحاصلين على مرتبة الشرف وخلال كلمته في الحفلة شاد محافظ حضراموت مبخطب ماضي بجهود وكوادر الجامعة ودورهم في نجاح مسيرة التعليم الجامعية في المحافظة مؤكد الحرص السلطة المحلية على مواصلة الدعم لمسيرة التعليم الجامعية ومساندة جهود جامعة حضراموت لتحقيق رؤيتها ورسالتها في المجتمع من جانبها أشار رئيس جامعة حضراموت الدكتور محمد خمبش إلى أن الجامعة ومنذ تأسيسها تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة تمثل في تخرج نحو ستة واربعين الف خريجة وخريجة من حملات البكالوريوس والدراسات العليا كما أنها استحدثت عدد من البرامج النوعية وضاعفت برامج الدراسات العليا لتصل إلى ستة وستين برنامجا وخلقت علاقة تعاون علمي مع نحو ميات جامع على مستوى العالم هذا هو تم في الحفل تكريما وير خريجي الدفعة السادسة والعشرين والحاصلين على مرتبة شرف البالغ عددهم أربعمائة وخمسة وسبعين طالبا وطالبا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر